اشتركوا في القناة وزمان في الطرق القديمة والتقليدية كان العلاج بياخد وقته طويل جدا وبيكون غير مرضي نهاردة هنتكلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأفضل التقنيات المتقدمة هنتكلم عن جهاز سيريك وهو من أفضل الأجهزة لتجميل الأسنان وهنتكلم كمان عن دوره في العلاج وبيزاي بأنه هو بيبقى الوقت بسيط جدا وما فيش حد بيشتكي من العلاج هنتكلم في كل التقنيات دي ما عضفنا الأستاذ الدكتور فريد عمادي الدين فريد مدرس مساعد التركيبات السبتة بالجميع البريطانية أهلا بيك يا دكتور ومنورنا جهاز سيريك يا دكتور يا رب أكون قلت صح في البداية دكتور قبل ما ناخد أي أسئلة عايزين نتكلم عن دوره إيه في تجميل الأسنان اللي هو جهاز سيريك هو بداية كده جهاز السيريك هو أحدث و أحدث تقنية في تركيبات السبتة عندنا في طب الأسنان هو جهاز سيمبل كده ببساطة شديدة هو بيتكون من ثلاث أجزاء جزء الكاميرا الكاميرا اللي هي بتصور الجزء اللي احنا حضرناه أو اللي احنا نشتغلنا فيه في بق العيان طبعا الجزء ده مستو إن هو بيغني و بيشلي قصة إن أنا باخد مقاسات و حاجات دي متعبة للعيان و بداية العيان جامد إن أنا حط حاجة فيها عاجين و أخد مقاس والكنان ده كله بعد ما أخد الصورة دي بالكاميرا بوديها على الكمبيوتر أقدر ديزاين التركيبة بتاعتي على الجزء اللي أنا محضره بق العيان بالضبط بكل تفاصيله عندي على الكمبيوتر أقدر إن أنا أرسم حدود التركيبة بتاعتي تفاصيلها كل حاجة كل اللي يتعلق بيها من حاجنه طوله و عرضه و الكلام ده كله و يبقى عندي على الكمبيوتر بعد ما أخلص الدزاين ده كله و أشرك العيان معي في الدزاين ده يبص عليه يقول رأيه يتخن حاجة يطول حاجة يعرض حاجة كل الكلام ده كله تأخد رأيه بنحسل لهي الأطول يا دكتور اللي هي أمامية بتكون موجودة تماما أطول لون شكل كنتورز يعني المجسمات اللي كل حاجة في السنة نفسها العين بيشارك معي فيها بيشارك مرة معي أه بعد إن نخش بقى الجزء التالي بتاعنا اللي هو الميلينج تشامبر أو اللي هي حجرة الخارط أو الخراطة هي مكنة ببساطة بنحط فيها البلوكات من الماتيريا اللي هو فيه فريتس كتير أو التنوعات كتير فيها إحنا بنختار الماتيريا المعينة بناء على الحالة و على اختيار العيان و على الحاجة بلاتنا معنا دكتور جهاز سارك دقيق فيديو لي ده أول جزء اللي هو الكاميرا اللي بيصور جوا بق العيان هي كاميرا عادي بتفيديو ريكورد بتتسجل جوا بق العيان بكل حاجة بالزبط هي طبعا ميزة إنها من غير أي باودرز أو من غير أي ميديم ما بين السنة و الكاميرا على طول هي وسيط يعني هي على طول بتتصور و ده زي الصورة عندنا كده بعد الكاميرا ده كله بيروح الكلام ده كله على الكمبيوتر في الصورة التانية هي طبعا صغيرة زي ما احنا شايفين بتخش جواه في البق و تجيب أقصر حاجات دول هم التالت أجزاء اللي تفهم عليهم و ده تاني جزء اللي هو الكمبيوتر بتاعنا إنه الجهاز ده يا دكتور بيدخل جواه الفم المريض هي كاميرا بتصور لغاية أقصر حاجة جواه البق تاخد العبعاد و كل حاجة؟ تاخد الوضع اللي موجود جوا بق العيان بكل تفاصيله من سنة و لسة و كل حاجة و لسان يعني كل الأبعاد بتاعتي بعد كده بيبقى عندي على الكمبيوتر زي ما انت شفتي بنديزاين التركيبة أو بنصممها على الشكل اللي المريض عايزه عرض طول تخن بناءا على الخد اللسان الحاجات دي و بعدين دي اللي هي الميلنج تشامبر أو اللي هي الغرفة اللي بنحط فيها البلوك بناءا على الماتيري اللي احنا عايزينها و هي تبتدي الديزاين اللي احنا عمناها الكمبيوتر ده تخرطه زي ما انت شافين في الفيديو كده طبعا حاجة سريعة جدا هاي تكنولوجي غير كده الكواليتي بتاعت التركيبة كويس جدا دقتها و دقة الحواف بتاعتها و هد ايه هي مقفلة كويس حوالي نستنى على جزء اللي انا محضره يعني واضح يا دكتور ان كمان ده مش من الاجهزة المعتادة اللي احنا بنشوفها في ريادة الأسنين ده حاجة حديثة جدا ده حاجة حديثة و مش متوفرة عند كل الناس اوكي دوره ايه يا دكتور بقى في علاج او تجميل الأسنين دوره ان هو بيجملي الأسنين كلها بناء على الماتيريا اذا انا بختارها بناء على الالوان المتاحة بناء على العيان عايز ايه السوفتوير نفسه او السوفتوير اللي انا بقدر الدزاين بيه التركيبة او اصممها بيبقى معايا معطيات كتيرة جدا في شكل الأسنين في السمايل ديزاين بناء على وش العيان على حجم وشه مكان كل حاجة دي حاجة سمايل ديزاين هنتطرح عليها بعدين دي حاجة مهمة جدا وهو ده التطور اللي هو حدث حاجة في التركيبات ان احنا نشرك الموضوع بالاسمايل ديزاين اوكي حريك تلوقتي شرحتنا على الجهاز ان هو جهاز جديد وحريك قلتلي ده من افضل الاجهزة ايه اللي بيميزه يا دكتور عن الطرق التقليدية العادية او التركيبات العادية اللي بيميزه ببساطة جديدا فيه جزء يعني فوائده ومميزاته فيه جزء يتعلق بالعيان اللي تعلق بالعيان ان العيان ما بيقاش متدايق من المقاسات التقليدية والعجين والكلام ده كله كل الكلام ده بيتع بالعيان وبيدايقوا جامد وحنا شغالين تاني حاجة ان هي نفسها التركيبة اللي بنتلعها العيان بيقدر شارك فيها ده مش متاح في طرق التقليدية والمعامل طبعا مستحيل العيان يروح معمل ويشارك التكنيشن او اللي هو الفني المعمل ان هو يقدر يصنب التركيبة كل الكلام ده لما بيقع عندي أنا في العيادة يقدر العيان او المريض ييجي يبص عليها التقليدية القديمة كان بيتفاجئ بالتركيبة اللي الدكتور جابها وهي دي التقليدية فيه وسيط مابينة ومابينة العيان هي دي المشكلة إن الثيرد بارتي أو الوسيد المبينة ده مش بيبقى شايف العيان والحالة زي ما أنا شايف وجود السيرك ما خلاش يواصي بقيت أنا والعيان والمكانة بس هو اللي بناقدر نحدد كل حاجة ده الجزء اللي يتعلق بالعيان الجزء اللي يتعلق بقى بي أنا أو بالكواليتي إن أنا اللي بعمل كل حاجة بيدي وده طبعا بيدي ريزالس أحسن بكتير أو نتائج أحسن بكتير إن أنا لما عمل لنا الحاجة بيدي أنا طبعا أنا اللي شايف الحالة وأنا اللي بحضرها من نتائج بتكون مرضية أكتر للمرد طبعا بيدي حاجة أخيرة تتعلق بالكواليتي التركيبة كواليتي باعتها ممتازة كواليتي من ناحية التأفيل بتاعها الديورابيلتي إنها هتعيش قد إيه الشكل اللون كل الكلام ده تمام حالات تجميل الأسنانية دكتور كتير جدا جهاز السيرك فيه يعني حالات بتنفع معه وفيه حالات ما بتنفعش معه ولو بيشتخدم في كل الحالات التجميل تقريبا حالات قليلة قوي وصعبة قوي يعني يكاد تذكر ومش موجودة دلوقتي في الفيلد بتاعنا لكن كل حاجة تقريبا متغطية بالجهاز السيرك نقدر نحن نعملها ونشتغل بيها خصوصا مع دخول المواد المختلفة اللي تمعت تركيبات الأسنان عندنا فرية سكليب دي من المواد عندنا بداية من الحاجات العادية اللي هي الحاجات اللي يعتبر البرسلين النقي اللي هو الفيلد سباسك يجي بعديه الإيماكس أو الأمبرس دي حاجات مدعمة بعض الكريستالات عشان تديني قوة شوية وفي نفس الوقت شكلي كويس ومنهاية بالزركونيا اللي هي أخوة ماتيريال موجودة على واحد الأرض اللي هي ماتيرية قوية جدا يمكن الجمالية بتاعتها مش بنفس قوة الإيماكس والأمبرس اللي هو مواد اللي فيهم الكريستالات بتدي شكلي كويس لكن هي بتستخدمها في بعض الحالات في الحالات الكبيرة لما يكون في فراغات كتيرة وفي الكباري فتستحمل لأنها خوية جدا يعني يا دكتور كوة التركيبات اللي هي باستخدام جهاز السارك بنفس قوة التركيبات أقوى أقوى؟ كل حاجة حسب استخدامها وحسب المادة اللي هي المستخدمها هي هي نفس القوة هي هي نفس كل حاجة مع المميزات اللي احنا قلناها في الأول بالنسبة للعيان وبالنسبة للتركيبة وطول عمرها والدقة الحقيقة بتاعتها ودقتها وأنها تبقى كويس تمام استخدام الأجهزة يا دكتور التكنولوجيا الجديدة لازم يكون فيه مهارة للدكتور أو براعة من الدكتور طبعا بيتستخدم يا دكتور أنه مش أي حد يستخدم الأجهزة دي طبعا بداية قبل الجهاز هو الجهاز نفسه بيحتاج تحضير للسنان جواب والعيان بشكل معين ده مش أي دكتور يعملوا لازم يبقى الكواليفايد أو مؤهل كويس إن هو يشتغل ويحضر السنان حتشتغل بجهاز السيرك بعد كده طبعا جهاز السيرك طبعا كسوفت وير وكده فيه شوية تعقيدات هو ساعة له وبسيط لكن لازم الأول يبقى الدكتور ويل اريم تدلي يعني عارفه كويس تدرب عليه وعشان يطلع للحاجات بشغل بكوالة كويسة وفي وقت قليل الوقت مهم جدا الوقت هو هي أصلا ميزة الأعظم للجهاز الوقت إن العيان في نفس اليوم يعني زمان كان بياخد وقت طويل جدا يا دكتور تمام مع الجهاز ده بقى الوقت بيكون قد إيه حسب عدد السنان يعني هم ممكن مثلا نقول من نفك العلي وصفلي كاملين ممكن ياخدوا معايا من حوالي من ستة لسبع ساعة تصميم من العيان يخش العيادة نحضر له نصوره نصمم التركيبة ونجهز التركيبات دي بالمكانة وبعد كده ندخلها يتحسلها شوية تلميع وفي الفرن وتطلع جهاز العيان نستلمها في حلال من خمسة لست ساعة ده بقى كامل فوقتها ده طبعا نكنش نظافر قبل كده كنا بنقب تلاتة والاربعة ايام وبعد ما نعمل يجيب لي الكلام ده دي حقيقة دكتور حراتك ذكرت وقلت لي إن المريض بيشارك حضرتك في النتائج مع استخدام جهاز السيرك عايزة نعرف إزاي دكتور هنشوف في فيديو مع بعض ولكن هايك عايزة تشرح لنا تقول لي إزاي المريض بيشارك حضرتك يعني هو ممكن اللون وممكن مثلا الأطوال ممكن يشارك حضرتك إزاي تين يشاركني في كل حاجة كل ما يتعلق بالتركيبة من شكل والديزاين حيشاركني فيه أول حاجة طبعا في اللون دي في اختيار اللون بتاعنا في اختار الماتيريا لقبل اللون إن هنختار أنو مادة معينة نعم منها التركيب يختار معايا المادة الثانية باللون بتاعي اللون اللي إحنا بنختاره ثالث حاجة بالديزاين الدزاين أو الشكل بتاع السنة من طول العرض لدوران لحوايا يعني بيبقى في شوية ديتيلز كده معينة العينين دلوقتي ما شاء الله مستقفين بزيادة ومطلعين على الشكل فعايزين بيبقى عايزين تفاصيل معينة صغيرة دي ما تتحققش عموما غير لما العيني بقعد جنبي على الكمبيوتر يقولي أنا عايز دي شارك أنا عايز دي حادة أنا عايز دي مدورة شوية كل كل كلام ده بيعمل في السؤال تمام دكتور يعني في حد ممكن يكون جاي حضرتك سنة قدامك صورة حالتك يعني بتعمل معا اي او مثلا استخدام الجهاز بيكون اي لان بقى شايع او نشوف مثلا شباب في سن صغير عندهم مثلا حادثة سنة قدامك قصرت بتاخد الحالة دي سنة امامية في الحوادث بتبقى كتيرة جدا ومختلف الأعمال عشان هي اللي قدام فبتاخد الخط فدائمين بيحصل فيها شرخ او كسر وده بنعالجه بالسرك او بطرق كتيرة منها السرك يعني ان احنا اللي هو السكوب بتاعنا النهاردة ان انا اقدر ان احضر السنة بتاعتي زي ما هنشوف الفيديو هنا دلوقتي اوكي هنشوف مع بعض في الفيديو يا دكتور تماما اه شكل ومش كويس لون مختلف فيه تسوص في الجناب في الناحيتين اه واضح جدا يا دكتور تماما اه واضحة نيجي بعد كده السنة اللي جنبيها بالتكنولوجي تانية بالكاميرا بحاجة اسمها انترا او الكاميرا نقدر نشوف ان فيه شرخ بسيط ورا مش هيتحدد غير لما نشوفه دلوقتي واحيانا يا دكتور الفراغات اللي باينة دي ما بتكونش غير ممكن تكون تسوص غير الكسر اه طبعا 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 بس دي يعني ده كمبيكات ده يعني اه اللي تنم مع بعض اوكي هنا هنشوف السنة اللي هي الكاملة اللي هي بقى احنا بعد ما شنا الحش ونظفنا السنة هي بقى تجاهزة للوضع دلوقتي السنة اللي جنبيها فيه كسر خط رفاية قوي نتيجة الخطة اللي هي القديمة اللي في السنة المكسورة دي سماعت في السنة دي شوية وحصل كسر فيه تسوص صغير برضو ناحية السنة المكسورة كل الكلام ده هنشوفه بعد كده ان احنا ازاي هنشيل الكلام ده كله ونتحضر السنة بتاعتنا زي ما احنا شايفين حافظنا على كمية كبيرة من السنة ما نزلناش تحت او مش محتاج لان التركيبات اللي بتطلع بالسرق هي بتبقى تركيبات لون واحد احنا طبعا هنا شايفين السهم على الشرخ مايتشافش غير بالعين الا بالكاميرا وترانس اليومنيشن لواء يعني ضوء من خلال السنة هو مش شايفين غير منه الشرخ ده دي بتخلي السنة ضعيفة يا دكتور واضح بيك يعني ممكن تبقى قابلة للكسر اكتر او كده ده بعد التصوير شكل السنان على الكمبيوتر بقدر ارسم الحواف بتاعتي باينة جدا طبعا باين فين الجزء اللي انا وصلت له وفين الجزء اللي لسه محتاج ان انا انزل عنده ببتدي ان انا الف التركيبة بتاعتي اختاري المارجنز بتاعتي او الحدود بتاعتي بارسمها بعد ما بارسمها باديله امر ان هو يديني شكل افتراضي للتركيبة هو بقدر هو عنده مكتبة من الاشكال المعينة يادي شكل افتراضي بعد كده باقدت انا او بصلمي معنا التركيبة ويطلع الشكل النهائي ده للسنتين طبعا احنا شوفنا الصورة الاولينية كانت شاكل عامل ازاي دلوقتي الصورة عامل ازاي باختيار المريض بمشاركته معنا في الطول في العرض في كل كلام دي نتجة نهائية وفي صورة دلوقتي هتجيلكوا دلوقتي إنه قبله وبعد اللي تنم مع بعض يعني غير الأنياب يعني المريض ممكن ما بقاش عارف يعني مثلا ما بيبقى فيه هم دول قواطع مش الأنياب لا ما نعرف أن دول قواطع أنا بتكلم عن الأنياب قبله وبعد نشرح هنا دكتور قبله وبعد السمن المكسورة اللي كان فيها حشو لونه مش كويس وفيه تسوس في الجناب بقتها هي والسنة دي اللي قدناها خالص اللي كان فيها كسر وبقت ده شكل نهائي لهم شكل طبيعي جدا لون ممتاز للأسنان وفيش أي حاجة بينها دي بعض الحالات مش كتير طبعا إحنا الأكتر دلوقتي إن الناس بتيجي إن احنا نعمل تأهيل كامل للبؤ بشكل سنان جديد بلون جديد اللي هو الإثاتيك رهابتالإيش ده مهم جدا وناس كتير قوي بتيجي دلوقتي إنها تطلبه دي حالة بسيطة أنا حبيت بس أوضع فيها دقيق العيام بيشارك في سنتين بس صغيرين والكلام ده بيخلص على طول يعني ما بيخدش وقت خالق دكتور حاجة تفضلت وقلت إن دي القواطع اللي هي الأمامية لما بتكون مثلا فيها مشكلة حاجة بتعالجها بيبقى مثلا الأنياب بتبقى سليمة اللون يا دكتور حاجةك بتطلعه زي الأسنان بتعملش تغيير في اللون أو مثلا بتفتحه بنفس الدرجة اللي هي موجودة حسب رغبة العيان لو عايزي يجمل كل سنان وبنجملها عايزي يفتح بنادر نعمل طبيعي لكن لو الحالة دي اللي هي اللي كانت موجودة إنه مش عايزي يعمل أي حاجة غير سنتين في النص أنا بقدر إن أنا أختار اللون بتاع السنان اللي كانت سليمة نفس اللون التركيبة بتاعتي بيبقى فيه شوية إفكت صغيرة بنحطها شوية من الألوان لحاجات تدي شفافية لحاجات تدي جريدنج للكلور شوية أو اللون دي إفكت بقى دي الدكتور هو نفسه قبل ما ندخل بقى الفرن والكلام ده كله في التلميع والكلام ده دي بتبقى إفكت معينة لإن دي بقى الميزة إن الدكتور شايف في الكلام ده كله وأقدر كمان إن أنا أحط التركيبة وألون جوه بقء العيان التركيبة بالألوان والأشكال المختلفة وفي الآخر تطلع زي سنانه وبعدين أنا خرجوا من بقءوا على الفرن على طول تبقى جهزة للإستلاع أوكي تجميل الأسانية يا دكتور يعني ذكرت وقلت لي إن إحنا بنستخدم بلوقتي جهاز السارك إيه المواد اللي بتستخدم معي يا دكتور اللي بتساعدك كتير إن إحنا نوصل لنتيجة مرضية للمرد إحنا قلناها مواد كتير جدا بداية من البورسلن النقي خالص اللي هو السارك بلوكس دي بلوكات هي بتبقى هذه الإستلاع الأمامية أكتر واللي قشرة اللي هي الفينيرز اللي هي اللانسز اللي بتتحطه قدام ما بتبقاش محتاجة أنها قوة كبيرة في مواد بتستخدم برضو بجانب الجهاز آه دي وفي مواد تانية طبعا الأمبرس والإيماكس هي الإيماكس طبعا أشهر مادة وأكتر مادة جمالية وفي نفس الوقت قوتها معقولة مش ضعيفة قوي زي البرسلن النقي وفي نفس الوقت مش قوية قوي ولونها وحش زي الزيركونية والزيركونية طبعا هي آخر مادة اللي بنعملها الكباري الكبيرة والحاجات اللي وراء بالذات في العض والكلام دا كله تستحق آه تمام يا دكتور آه إزاي يا دكتور ممكن نستخدم تقنية السمايل ديزاين مع الجهاز الحراكة ذكرته اللي هو الساك طبعا هو ده هو ده السكوب وده الاتجاه العام دلوقتي في العالم كله في موضوع السمايل ديزاين آه السمايل ديزاين ده اللي هو بيشرك العيان كشكل كمان في الديزاين يعني كشكل أنا دلوقتي احنا ما شفنا الفيديو احنا بنصور احنا جستر احنا بنصور بوق العيان السنان اللي احنا عملناها وبردناها وحضرناها باللسة بالخدود بكلام دا كله لكن وش الانسان الخارجي مش داخل معايا هنا اختاروا حاجة اسمها السمايل ديزاين ونشوف فيديو لها دلوقتي اللي هو عبارة عن ان انا باخد صور معينة لوش المريض بتاعي بابعاد معينة ودخلها على بتاعي تبقى تساعدني في تصميم التركيبة طبعا الوش مهم جدا ما نفعش روص الوش ينفصل خالص عن الاسنان الاسنان مش مش قرية معينة ده الارت بقى لحضرتك ده شغل حضرتك هو ده بقى هو ده المينسكوب دلوقتي ان انا وش العيان يتدخل زي في التركيبة احنا كنا قبل كده بناخد بس بنشوف العينين بتاعي العين اللي هي اللي هو الاماكن الخارجية للعين ده مهم جدا ده مهم جدا في عرض وطول الاسنان لان فيه ناس مش كل الناس وشها واحد فيه ناس وشها طويل وشها عريض ناس وشها ببوث شوية فيه ناس وشها راوندد شوية كل ده بيفرق معي في السنان ما اقدرش ان انا عيان وش يعني فيه مشاركة بين المريض وبين حضرتك والشكل غير المشاركة مريض انا مشاركة المريض كله عندي تمام احنا بعد ما بنعمل التركيبة وبنحاول ان احنا نصمم الجزء منها بعد ما بنحضر السنان طبعا ببتدي ان انا وش المريض اصبط عليها التركيبة اللي انا عملتها تمام يبقى انا عندي بالزبط يعني موديل للعيان هيستلمه على الكمبيوتر بوشه بشفيفه بعينيه بمناخيره بالميدلاين اللي هو الشاء النصفي اللي عنده في وشه ده كل حاجاتي مهمة جدا كل ده زمان ما كانش موجود معايا لكن دلوقتي بالسمائل ديزاين وبالدجيتال اسمائل ديزاين اللي هو التجميلي بالرقمي بالأسلوب الرقمي موجود معايا دلوقتي زي ما حضرتك تفضلت وقلتلي ان فيه ساعات ماريتي يقول لك ان عايز السنتين بقى طول كذا حالك ممكن تكون يعني تقول ده مش هيبقى كويس معك أو مش هيبقى لايك عشان اقنعه بقى ده كويس ولا لازم ايوريه وشه بالسمائل ديزاين ان الجهاز وهو جهاز نفسه بيديني بروبوزل أو بيديني افتراض على الجولدن بروبورشنز يعني الحاجات النسب الزهبية بيسموها اللي هي بيرفكت الوش ده بالطول ده بالعرض ده بيحتاج طول معين في السنان القاطع كذا والسنان اللي جانبي يوم كذا وفي الانياب بيبقى طول كذا وعرض كذا كل ده بيقى متاح في الدجدرس ماي ديزاين هو بيديني الجولدن بروبورشنز بناء على وش المريض من نفسه ودي طبعا حاجات كريتيري اللي الناس عاملاها وعلمة كتير عاملينها عاملين طول قدقيل عرض قدقيل انجلز تبقى شكنا عمل زي بناء على الوش العين مريض دكتور هنأتكلم بقى عن خطوات حضرتك المريض جايلك وخط المقاسات بتاعت الأطوال بتاعت أسنان وإيه الخطوات اللي بتتمي بعدها جدا في الاول مريض بيجيلي بناخد كام صورة كده بيكتشر ايدي خالص صورة بالكاميرا لوشه بكريتيريا معينة في طبعا في فوتوغرافر متخصص او مصور متخصص للأسنان بياخد صور بأسلوب معين بزوايا معينة بأحجام معينة بعد كل الكلام ده ببتدي ان انا أدرس الحالة في خلال يعني نصف ساعة مع المريض ومع المصور ان انا أشوف ايه الافتراض المزبوط ان انا مفرض أعمله للعيان ندخل العيان يبتدي ان احنا نديله البنج او الحاجات اللي او هنعمل في نيرز حاجات بسيطة مش لازم ندي بنج جاست بس بنعمل تخشين للسنان لو حالات كراونز او ان انا قادر اعمل تربوش كامل للسنة بديله بنج نحضر الكلام ده كله نخش بالكاميرا نصور بق المريض قعد في خلال ساعة اكون خلصت الدزاين تقريبا متاع كله اركب بقى الصور اللي انا اخدتها قبل عيان على الدزاين اللي انا عامله على الوش بالجولدن بروبورشنز او بالنسب المزبوطة من طول العرض السنان للكيرف بتاع سمايل لاين كل واحد ديه كيرف للسمايل لاين شفته مع سنانه اللي فوق بتسند بشكل عامل ازاي دي حاجة بصمة للعيان لكل عيان غير العيان التاني هي دي ميزة الصور بقى ان انا لما اجيه حط التركيبة ويدحك لاقي ان السمايل لاين او اللاين ده ماشي مع سنانه وعي شفته دي مهمة جدا ده مهمة جدا طبعا يعني فيه متوفر في كل طبعا يعني تجميل الاسنان فيه كمان ناس يا دكتور بيكون عندها قدر عالي جدا من الجمال يعني ما بتقدرش تتحك يكونش عندهم السقة الكافية او انه مثلا عندهم بيكسفوا دايما يا دكتور يتحكوا ده الجهاز ده بقى بيعالج كل كل الجهاز طبعا بييجي العيان بيبقى يعني ان شاء الله بقى معايا مرة جاية حلقة تانية ان شاء الله اواريكو قدقي الموضوع بيعمل موتيفيشن العيان انا فيه عيانين بيعيطه من شكل المؤقت بس الحاجة المؤقتة يعني ممكن ساعات بدي بالعيان حاجة المؤقتة انا ما احنا عاملين حاجة في اللاسة كبيرة او كده بشيفها بسلمه في نفس اليوم فبديله حاجة المؤقتة عشان اللاسة تريح والجرح يقفل ويلقم كويس حوالين التركيبة العيان يتبقى برد ما شايف التركيبة المؤقتة اللي معمولة بشكل التركيبة اللي ان شاء الله تبقى قدام النهائية بيعيط يعني مش بقى مصدق اصلا نتيجة النهائية دي حاجة اسمها البيشن موديفيشن يعني لو ايه العيان بيبقى مش مصدق ان الموضوع موضوع اه اوكي دكتور حلقة احنا اتكلمنا عن الخطوات عايزين حلقة نتكلم عن النصيح ايه النصيح الحلقة بتديها لكل مريض لما بيجي لحضرتك يأكل مثلا حاجات طريقة ما يأكلش حاجات ناشفة قبل المضوع انا عايزة دي نصيحة عامة للمريض التخصص روح للتخصص احنا فيها عيادات كتير موجودة في مصر ومصر ما شاء الله الدكاترة كويسين والدنيا كويسة جدا لكن مش كل العيادات عندها التخصص مهم جدا التخصص في الأسنان صدعا مهم جدا احنا عندنا في مركز دكتور محمد عماد كل دكتور هو جاي في سكوب معين بيشتغل فيه تخصصه في الحتة دي كل الكلام دي طبعا بيدي نتيجة أفضل بكتير جدا للعيان لما أنا دكتور أنا مثلا دكتور فريد شغال على الجهاز السيرك بالسميل ديزاين بالكلام ده كله أنا بعملش حاجة تاني فمن كتر ما القصة دي متخصص فيها بقى تطلع نتائج أفضل هو ده التخصص فيه تخصص عصب فيه تخصص جراحة وزرعة فيه تخصص حاجات متحركة فيه تخصص تقويم تخصص كتير روح للتخصص بلاش الدكتور اللي أنا بعمل كل حاجة ده لا ما عادش خلاص العالم ما توصلش النتيجة مرضية يعني المريض بيستسهل وفي الآخر يعني ما بقاش في نتيجة مرضية وبعدين برضو يعني هنتكلم عن موضوع الفلوس ممكن يبقى فيه أسعار بس ده أفضل في وقت حضرتك وفر معاك دي ليها تمن الكواليتي اللي طلعالك لها تمن مهم جدا الديورابيليتي بتاعتها قد إيه هتعيش معاك قد إيه الناس هتشوفها على سنانة تقول واو سنانو حلوة سنانو قد إيه كويسة ده مهم جدا ده مهم جدا التخصص 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 أوكي الفينيرز يا دكتور احنا رأيك كده بتكلم عنه يعني ليها علاقة بالسارك اللي حاليا تكلمت عنه أه طبع السارك بيعمل فينيرز حشوات السبتة دلوقتي فيه يعني متكامل ده جهاز متكامل متكامل بيعمل كل حاجة ده يعني دخارك بره تركيبية الأسنان دلوقتي لأنه بيعمل حاجات في الجراحة وفي التقويم سكوب كبير قوي ووايد قوي وواسع قوي في حاجة كتير غير تركيبات الأسنان تمام حضرتك يا دكتور لما بتركيب الفينيرز بيبقى فيه مثلا مصايح معينة للمريد ما يقولش فترة مثلا ولازم يعني يأكل بعد قد إيه وكلام اللي حررتك مصايح مجرد ما أنا لزقت الفينيرز أو التركيبات بتاعتي وخرج العام من عندي يقدر يتعامل عادي خالص من وقت ما بيخرج عادي خالص يعني بنديله بس شوية من أن ممكن يعني التحذيرات المياه السعي ممكن فيه شوية حساسية صغيرة بلاش نستخدم حاجات فيها سبغات دلوقتي لمدة 24 ساعة لأن نفسه بياخد أو يبينشف لو نشوف الكامل لو 100% في خلال 24 ساعة مجد يا دكتور وقت الفقرة انتهى ما حضرتك إن شاء الله توعيدنا بحلقات قادمة تانية بشكر ديف اللي كان منوارنا النهاردة الدكتور فريد عمادي الدين فريد مدرس مساعد التركيبات السبتة بالجامعة البريطانية بشكر حالك مرة تانية دكتور وبكده تكون خلصة فقرة نستنونا دايما فقرات متجددة وتخصصات مختلفة من طبيب الحياة سوش معايد البرنامج هنكون معاكم يومين من استبت الأربع من الواحدة وحتى الثانية دهرا والإعداء الواحدة صباحا وأيضا السابع صباحا مستنين كل أسئلتكم وتساؤلتكم على صفحتنا خاصة صفحة طبيب الحياة كنت معاكم ماروة ميمي أشوفكم على خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة